بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوان الطلبة سندرس في هذه الشريحة المشتقات من المرتبة الأولى ومن المرتبة الثانية بدلالة الفروق الآن يمكن أن أعطي المشتقة من المرتبة الأولى بدلالة الفروق الأمامية وفق العلاقة التالية إن مشتق الدالي F نقطة A يعطى بالعلاقة FA زائد H نائس FA على H أما المشتق بوفق الفروق الخلفية فيعطى بالعلاقة F فتح A يساوي F A نائس FA نائس H على H أما المشتقة الأولى بدلالة الفروق المركزية فيعطى بالشكل F فتح A ما هو إلا F A زائد H ناقص F A ناقص H على 2H إذن هذه هي العلاقات الثلاثة إما بالفروق الأمامية أو بالفروق الخلفية أو بالفروق المركزية لنستعرض المثال التالي استخدم الفروق الأمامية لحساب القيمة الأولى لمشقة الدالة F X يساوي إلى Cos X عند النقطة X يساوي P على 3 حيث أن الـ X قيمة معروفة أو موضوعة بالشكل التالي وقرب النواتج إلى ثمانية أرقام عشرية إذن هنا يريد أن توجد المشتقة الأولى بواسطة الـ Forward Difference أما قيم الـ X فهي شون في الأسفل هذه هي قيم الـ X من أجل الـ X يساوي 0.1 من أجل الـ 0.01 من أجل الـ X 0.01 ومن أجل الـ X 0.301 إن المشتق في النقطة A ما هو إلا كما وجدنا إلا أنه إلى F A زائد H ناقص F A على H ولكن F A الف X هذه هي الف X هي كوسين X وابتالي بدل X إذا حطينا A زائد H معتها بتجييني كوسين A زائد H ناقص F A يعني كوسين A على H الآن بالقالة الحاسبة طبعاً الـ A معلومة هي الـ P على 3 بالقالة الحاسبة نطلع P تقسيم 3 زائد الـ X اللي هي في الحالة الأولى 0.1 ناقص F الـ P على 3 تقسيم الـ X اللي هي 0.1 بالقالة الحاسبة تلحصها على القيمة التالية هذه في حالة الـ X الأولى في حالة الـ X الثانية أيضاً بنفس الأسلوب بنفس القانون كوسين A زائد H ولكن نستخدم هنا الـ X هي 0.01 والـ A هي P على 3 ونستخدم حتى نحصل على القيمة هذه هي قيمة مشتقة في حالة الـ X هي 0.01 أيضاً في حالة الـ X هي 0.01 فإننا نستخدم العلاقة كوسين A زائد H ناقص كوسين A على H ونستخدم هنا الـ X هي 0.01 والـ A هي P على 3 وبالآل الحاسبة نستطيع أن نحصل على الرقب التالي أيضاً هنا المشتقة من أجل الـ X هي 0.01 فإننا نحصل على هذه العلاقة الآن ممكن أن أقارن مع القيمة الطبيعية إن مشتق الكوسين هو سالب ساين لأن الدالة Fx معطاءنا بالشكل Fx يساوي إلى كوسين X إن مشتق الكوسين هو سالب ساين الآن أنا أريد أن أشتق وأعوض في الـ Pi على 3 إذا مشتق في الـ Pi على 3 يساوي سالب ساين في الـ Pi على 3 يساوي سالب جزر 3 على 2 ويساوي إلى 0.86660 2540 إذن وهذه الجواب مقرباً إلى ثمانية ألقام decimal place إلى ثمانية ألقام عشرية ناخد مثال آخر هنا إذن في المثال السابق طلب مني استخدام forward difference الفروق الأمامية هنا يطلب مني أن أستخدم central difference الفروق المركزية حيث الـ H معطاء بالقيم التالية والدالة Fx يساوي إلى كوسين X والـ X هي Pi على 3 أي نفس المثال السابق ولكن بطريقة الفروق المركزية ولكن لن نتذكر أن المشتقة بدالة الفروق المركزية ما هي إلا F A زائد H نائس F A نائس H على 2H إذن هذه وادستور الفروق المركزية الآن وهذه إيش تساوي في الحالة إذن هي كوسين طبعاً ما دامت الـ Fx هي كوسين فـ F A زائد H إذن هي كوسين A زائد H نائس كوسين A نائس H على 2 ضرب H ففي الحالة الأولى نستخدم الـ H هي 0.1 والـ A هي Pi على 3 في الحالة الثانية الـ H هي 0.01 والـ A هي Pi على 3 وهكذا في بقية الحالات ونرتب هذه الأشياء بالجدول التالي إذن نستخدم هنا الـ H 0.01 هنا 0.01 هنا 0.01 هنا 0.01 إذن هو بالتالي نحصل على القيام التالي إذن لنأخذ مثال آخر لتكون الـ Fx هي اللغارتم X اللغارتم الطبيعي للـ X ولتكون الـ A هي 3 عم بيقلي هون Using most forward difference الفروق الأمامية and central difference والفروق المركزية and work to 8 places decimal decimal places وأعمل على أن يكون الجواب مقربة إلى سمانية أرقام عشرية لحساب F فتح الـ A في الحالتين الـ H هي 0.01 والـ H هي 0.01 لنبدأ أولا بالـ forward difference إن الـ forward difference نقوله إن المشتق للنقطة A ما هو إلا F A زائد H ناقص F A تقسيم الـ H إذن هذه هي الآن من هي الـ Fx الـ Fx هي اللغارتم معناتها هي اللغارتم الـ A زائد H ناقص اللغارتم الـ A على H الآن الـ A معلومة والـ H معلومة في الحالة الأولى الـ H 0.1 والـ A هي 3 إذن 3 زائد 0.1 ناقص اللغارتم 3 على 0.1 منحسبها ثم نعوض من أجل الـ H نحسب قيمة أخرى للمستقل الأولى من أجل الـ H مختلفة اللي هي 0.01 هذا بطريقة الـ forward difference الفروق الأمامية نفس الشيء تماما بدلالة الفروق المركزية ما علي إلا أن أتذكر أن دستور الفروق المركزية ما هو إلا F A زائد H ناقص F A ناقص H تقسيم الـ 2 H نعوض الآن بذل F هي لغارتم لغارتم الآي زائد H ناقص لغارتم الآي ناقص H تقسيم الـ 2 H الآن نعوض الآي معلومة هي 3 والـ H هي 0.1 نعوض هنا ونعوض هنا ونعوض هنا ثم نحسب القيم أولا من أجل الـ H هي 0.1 ثانيا من أجل الـ H هي 0.01 ويمكن أن أشرح أو أضع هذه النتائج بالعلاقات التالية إذن باستخدام الفورورد ناقص بالدستور F على A هي لغارتم الآي زائد ناقص لغارتم الآي على H من أجل الـ H هي 0.1 نعوض من أجل الـ H الثاني نعوض ونحسب على القيمة بالحل باستخدام بالاستخدام الفلوق المركزية فإن المشتق يعطى بهذه العلاقة نعوض A بـ 3 والـ H بالـ 0.1 3 بالـ 0.1 على 0.1 فنحصل على القيمة الأولى من أجل الـ H هي 0.1 نكرر نفس العملية من أجل الـ H هي 0.01 فنحصل على القيمة التالية علما أن القيمة التامة لغارتم الآي هي هذه القيمة نرى أن القيم المحسوبة قريبة وكلما كانت الـ H صغيرة كلما كانت نتائج أفضل وكذلك واضح أن طريقة الفروق المركزية أدق من الفروق الأمامية الآن ناخد المثال التالي إذا كانت الـ X تمثل مسافة الرينر الراكد من النقطة fix point من النقطة السابقة وتقاس بالمتر على فترات مقاسبة المعطاب الـ data التالية استخدم central difference استخدم الفروق المركزية لحساب القيمة التقريبية لسرعة الراقد في اللحظة t تساوي النصف وفي اللحظة t تساوي الـ 1.25 سيكوند إذن هنا أعطيني دالة تجريبية لمتسابق يركض من النقطة صفر النقطة البداية هي النقطة صفر المسافة المسافة هنا بالإكسات مقاسة بالأمتار وأما الزمان فيقاس بالسيكوند يريد حساب السرعة طبعا نحن نعرف السرعة هي المشتقة الأولى وبالتالي يريد أن نحسب المشتقة الأولى في هذه النقطة إذن طيب هنا الأش غير معلومة قد يسأل سؤال نحن نرجع لمعلوماتنا السابقة إن الأش هي فرق أي عقدين متتاليات يعني نص نائس صفر هي نص أو واحد راح نص أو واحد ونص راح واحد أو او اتنين راح واحد ونص وهكذا إذن معنات الأش يمكن حسابها بسهول ما علي إلا أن أقول إن طبعا هنا الدالة اسمها اكس وبالتالي إن المشتقة في النقطة المشتقة في النقطة تساوي إلى الف اي زائد اش نائس الف اي نائس اش على اتنين اش علما إن الاش هي عبارة عن نص والأي في الحالة الأولى هي الت في الحالة الأولى هي نص إذن معنات ال اكس فتحة في النص هي عبارة عن اف نص زائد اش الاش هنا نص نائس اف نص نائس اش على اتنين ضرب اش إذن بهذه العلاقة طبعا نص زائد نص واحد وف الواحد معلومة هي ستة فاصل اثمانين إذن هنا نضع ستة فاصل اثمانين هون نصف راح نصف هي صفر وبالتالي F الصفر هي صفر فاصل إذن هي صفر واثنين بهاي وبالتالي بالآله الحسب يمكن حساب قيمة هذه المشتقة بكل بساطة إذن يريد حساب المشتقة في النص أي السرعة في النص فهي كما وجدنا هي A زائد H نائس A نائس H على 2 بال H وبالتالي نحصل على متر في الثانية كذلك الأمر بال الواحد وربع لكن لنرى هنا عندي أنا الواحد وربع أين يقع طبعا الجدول النقاط اللي عندي هي صفر نص واحد واحد ونص الاتنين إذن هذا هو جدول يكان الواحد وربع ليست نقطة من نقاط الجدول الواحد وربع أين تقع الواحد وربع يقع بين الواحد والواحد ونص إذن هنا إذن هذا هي الواحد و 25 الآن لحساب ال H كما تعلمنا إذن ال H يقع هنا إما أن أقول 1.25 نائس 1 أو أقول 1.5 نائس 1.25 إذن وبالتالي ال H في هذه الحالة هو عبارة عن ربع إذن ال H يحسب به إما أن أقول 1.5 راحه و 1.4 أو أنا أقول أن ال H هي عبارة عن 1.4 نائس 1 و كلاهما بيعطيني إذن حسبنا ال H بواسطة الفروق المركزية ما علي إلا أن أقول أن ال H فتحة في ال 1.4 ما هو إلا ال H بال A بال 1.4 زائد H اللي هي عبارة عن ربع 0.25 نائس X ب 1.4 نائس ربع تأسيم ال 2 ضرب ال H إذن بهذه الحالة يمكن أن أحسبها طبعا 1.4 زائد ربع هي 1.5 وال 1.5 معروفة قيمتها في الجدول 1.4 راح ربع هي 1 وال X ال 1 معروفة في الجدول و أحسب هذه القيمة وبالتالي نحسب معنا المشتقة بكل بساطة إذن X فتحي لل 1 و ربع هي X 1.5 نائس X بال 1 على 2 و تساوي إلى هذه العلاقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته